ترسيخا لأجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية أعلن بنك الكويت المركزي اللي بقاء على سعر الخصف لديه دون تغيير عن مستواه الحالية والبالغ 2.75% ومواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة والتي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع للأجلة من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر البنك أوضح أن الإبقاء على سعر الخصم يأتي بعد قراءة فاحصة للبيانات كما يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وقرار مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية